مين اللي سم معرفتك بالمخاطرة؟ إن كده بتعرف سوء لا، ده حاجة حرام الله يا مولانا، الله يا مولانا رفع درجة المخاطرة بأدوات تدخل في أنها أدوات قتل ده حرام يعني فلسافة الشخص اللي بيعرف يسوء، اللي بيعرف يعمل غرز أنا آسف في التعبير يعني ده نوع من أنواع الحرام ليه طيب، نوع من أنواع الحرام ليه؟ لأن الشخص ده بيعرض نفسه وغيره للخطر وتعريض النفس وغيره للخطر ده من باب إلقاء النفس في التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة هذا نوع من أنواع إلقاء النفس في التهلكة ليه طيب؟ سبنا من أن الشخص، الشخص مثل على سوءته المعتادة وإنت كسرت عليه فهو الراجل مش متوقع أن هو يتعامل كذا فارتبك وارتبكه ده شيء طبيعي نعم ليه نخليه نسميه أنه هو مخطئ؟ أنت الذي أخطأت اللي أنت أودت بحياتك وحياتك غير كلامك ده يا مولانا لو يعني بالملايين اللي بيتفرجوا علينا لو كلهم كده عملوا بي وأنا واحدة من الناس لو عملنا بكل كلمة هاريتك بتقولها دي أعتقد أعتقد يعني يقيلا أنه مش هيبقى فيه حوادث كم الحوادث اللي بنسمع عنها في الطرقات وفي الشوائرات أنا شايف أن فيه شوائد